أفهم قررتي تعلمي طفلك استعمال الحمام تعملي إيه؟ هاقترح عليك طريقتين هما من أفضل طرق تعليم الأطفال استعمال الحمام والأنسب لمجتمعاتنا العربية أول حاجة أنت محتاجة حاجات معينة علشان تسهل عليك الموضوع محتاجة إيه؟ محتاجة بوتي أو أسرية أو نونية تكون صغيرة والطفل يعني حابب شكلها ممكن هو اللي يختارها بنفسه من المحل وممكن تكتبي عليها اسمه لو تحبي محتاجة كمان زي لعبته المفضلة تستعمليها كحاجة مساعدة لأنه يتعلم يشوف الواحد بيستعملها زي بأنك تقعادي اللعبة على الأسرية محتاجة غيارات للطفل من القماش ويشتري كمية يعني عشرة مثلا لأنه هيتوسخه كتير وبسرعة فعلشان يبقى عندك كفاية ممكن يكون عليها شخصياته المفضلة ممكن ترسمي أنت عليها مثلا ويش سمايلي أو حاجة لو قررتي أنك ما تشتريش قصرية وتشتري قاعدة للحمام ممكن برضو في قواعد بلاستيك كده وفيه كمان ستيب بتتحط تحت رجلين الطفل علشان لو بيخاف يطلع على التويلات علشان يطول يقعد عليه محتاجة كمان لوحة ممكن تعمليها أنت بنفسك مصنوعة يعني من الورق وانت ترسمي عليها الطفل هو قاعد على الأسرية أو التويلات والطفل وهو بيشد البنطلون لتحته لفوق والأسرية أو البوتي وعلامات كده هتحطي فيها نجوم بالستيكرز أو بإيدك محتاجة كمان لتسليط الطفل هو قاعد على التويلات حاجة بيحب شكلها مثلا كتاب ممكن أنت تعمليه من القماش أو حاجة بلاستيك أو أي حاجة يعني فيها ألوان ممكن الطفل يحب يستعملها محتاجة كمان موفرش بلاستيك لو أنت خايفة الأثاف في البيت يتوسخ من الطفل يعني هاتي موفرش بلاستيك حطيها على مثلا السجاد أو الكنب اللي أنت خايفة يتوسخ نبتدي بقى نتعلم الطريقة اللي هنعمل بيها التدريب ده هما الهي فيه طريقتين هقولك الأولانية دلوقتي أنك بعد كل وقبة تاخدي الطفل وتقعدي شوي على التويلات ببساطة بعد ما يشرب كتير أو كل وقبة تعودي معاه على التويلات يعودي هو وأنتي جنبه وتعودي تقريله حاجة ولما تسمعي الصوت أنه بيعمل بي بي تشجعيه جدا وتحطيله نجمة على اللوحة دي كل مرة بعد الوجبة أو بعد ما شرب كتير تعملي كده هي الطريقة دي متعبة شوية علشان كده فيه أمهات بيقولوا لأ أنا عاوزة طريقة أريح فالطريقة التانية هي بتوسخ البيت شوية لكنها أريح للأم وألطف للطفل لأنه بيلاحظ على نفسه أنه بتدى يعمل بي بي وابتدى بالتدريج يمرر نفسه بنفسه طريقة دي إزاي هتخدي الطفل وتلبسيه يعني حاجة من فوق بس وتلبسيه إما Underwear أماش ملابس داخلية أماش أو يكون مش لابس ملابس داخلية يعني بس يعني مثلا شراب وتي شيرت وبس ويفضل بقى ماشي في البيت كده بالملابس الفقانية بس هتلاقيه كل ما يعمل بي لاحظ أنه عامل على نفسه بي بي آه انتبه ده فيه حاجة أول ما يعمل بي بي ويشوف على نفسه كده تاخديه الحمام وتقيله بي بي وتحطيه على التويلات كل ما مرة يعمل كده هيبتدى ينتبه آه بالتدريج ده بي بي جاي أنا هروح لتويلات يبقى نوع من التمرين الشرطي إنه افتكر آه ده دلوقتي جاي لتويلات ماما بتاخدني لتويلات أول ما بدها بيحصل فأنا هروح دلوقتي الطريقة دي ممتازة جدا لأنه بتعلمه الاعتماد على النفس لكنها للأسف يعني مش مناسبة في الشتاء فأنت يختاري مثلا انك تعمليها في الصيف في وقت يكون الجو فيه دافي علشان الطفلة هيكون طبعا ماشي من غير ملابس داخلية ولا عندوير ولا البنطلون ولا كده فهيبقى يمكن برد عليه شوية بالتدريج هيبتدى الطفل يسيطر على البول والبراز وبالتدريج يقدر بالليل يسيطر على نفسه ما بتجيش كلها في وقت واحد كل شوية انت جرابي مرحلة يعني في أول حاجة الكاكا بعد كده مثلا بي بي بعد كده بالليل وهكذا المراحل دي بتختلف من طفل للتاني أحيانا الطفل يبقى تمرن كويس لكن مثلا بيعمل على نفسه بالليل لأنه عنده مثلا مشاكل في المدرسة أو متأخر في الكلام أو متخانئ مع أخواته ما تعمليش أي مشاكل لطفلك لو حصلوا انت كاسة شجعي وليو طيب نجرب تاني افتكروا دايما أن فترة التدريب على استعمال الحمام هي أول اختبار لشخصية الطفل ولبناء ثقته بنفسه أرجوكم ما تكسروش ثقتهم بنفسهم ما تحطموهمش نفسيا خلوهم دايما حاسين بالفخر بنفسهم بأنهم نجحوا مش بالتحتين لأنهم فشلوا وعملوا على نفسهم مرة أو اتنين لو حسيتوا أنه بعد التمرين حصل انت كاسة وأن الطفل عاد مرة أخرى للتباول على نفسه بطريقة مبالغ فيها فإحنا بنشك أنه بيكون فيه التهاب في المثانا وهو منتشر بين الأطفال وإحنا مش عارفين إحنا ممكن يحصلنا إحنا الكبار التهاب في المثانا وبنبقى فقطين السيطرة على البول فتخيلوا الأطفال الصغارين في الحالة دي لو شكين في أن فيه مشكلة صحية رجاء من التوجه لطبيب أطفال ونصيحة منه هتبقى على أساسها إزاي نوجه الطفل حسب كل حالة أتمنى لكم كل الصحة والتوفيق في أول اختبار في حياة الطفل تحياتي